رفح ستكون التالية إسرائيل وبعد خمسة أشهر من الحرب تكشف عن نواياها بتوسيع هجومها البري إلى منطقة رفح جنوبي القطاع المقتضط بمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من شمال القطاع ووسطه إسرائيل هددت بالدخول برا أما طائراتها الحربية فلم تنتظر حيث قصفت في الساعات الماضية مبنيين في رفح وروضة أطفال تحولت إلى مأوى للنازحين ما أدى لسقوط قتلى وجرح من المدنيين الفلسطينيين بحسب مصادر طبية وصحفية غرات جوية قد تمهد الاجتياح بري لمنطقة تعد الملاذة الأخيرة للفلسطينيين من جهيم حرب دمرت كل مناحي الحياة وهو أمر أثار رد فعل غير عادي في واشنطن عبر عنه عدد من المسؤولين الأمريكيين الذين أعلنوا عدم تأييدهم لمثل تلك الخطوة بل وحذروا من كارثة إنسانية قد تحلوا في حال أقدمت إسرائيل على أي اقتحام بري بخصوص رفح رأينا هذه التقارير لكننا لم نر بعد أي دليل على التخطيط الجاد لعملية إسرائيلية في رفح إن إجراء عملية كهذه الآن دون تخطيط وتفكير في منطقة يوجد فيها مليون شخص سيكون بمثابة كارثة تهديد إسرائيلي باشتياح رفح أشعل ردود فعل دولية وإقليمية نظرا لخصوصية المنطقة وما تحتويه من عدد كبير من النازحين الفلسطينيين خاصة أن التقارير الإسرائيلية أشارت قبل أيام بأن مصر وجهت مؤخرا رسائل قوية لإسرائيل مفادها أن مرور اللاجئين الفلسطينيين من غزة إلى سيناء جراء أي ضربات على رفح سيعرض اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب للخطر